السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا اليوم توقعتنا اليوم الأحد 2 تموز يوليو القمر اليوم موجود في برج القوس في ساعات ما بعد العصر بده ينتقل لبرج الجدي طبعا بالنسبة لهذا اليوم يعني في ميزات حلوة كثير ولكن نفسيتنا المضغوطة والمتقلبة ستأثر علينا بشكل كبير طبعا القمر زي ما حكينا الآن موعد بث الحلقة في برج القوس لغاية ساعات العصر هو الآن موجود في منزلة البلدة منزلة للثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة طبعا لغاية الساعة 25 دقيقة من مساء اليوم الأحد أو عصر اليوم الأحد لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة سعد الذابح وهي منزلة للعلاج والفراق والخلاص أو الحرية وبما أن القمر موجود في برج القوس معناته منشعر بالابتهاج ومنجد الناس أكثر مرحا مننطلق على سيجيتنا ومنتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميل الترحال والسفر والرياضة والمغامرة ووزعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا الزوايا البطيئة بالبداية أول زاوية زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين عطارد وهذه تأثيراتها مستمرة من يوم 24-6 إلى يوم 8-7 بتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب يتعذر فهمه وبيزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية طبعا هاي زاوية تجلبنا نوع من أنواع الحيوية والنشاط بتزيد من قدراتنا العقلية هذا الاتصال مناسب للنجاح بالامتحانات أو النجاح أدبي أو مشاريع حالية يجب علينا أن نركز مجهوداتنا على أهداف محددة لأن هذا الاتصال الشوي بيعمل نوع من أنواع التقلبات أو النسيان أو التشتت الفكري والعصبية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين المشتري وهاي تأثيراتها مستمرة طبعا من يوم 29 ستة وحتى يوم ثلاثة سبعة طبعا نتشجع لممارسة نشاط بيضمن تحدي فكري وهذا الاتصال بيزيد من احتمالية السفر والاتصالات بيزيد من ميلنا للعلوم الطبية والأستاذة أو الدينية ويدفعنا لممارسة وظيفة حرة هذا التحول يعني شوي بعطي الفترة هاي نوع من أنواع الإيجابية لاتخاذ قرارات على المستوى المالي أو المادي والقيام بخطوات أو نتمتع بقدرة لتحصيل مكاسب وبرضه نحن ترقي في وظيفتنا أو حل خلافات أو دعاوة قضائية بشكل ودي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين الشمس وبين المشتري وهي الزاوية طبعا تأثيراتها مستمرة من يوم 24-6 ليوم 8-7 بتدفع بحضوظنا بصورة عامة في شتى المجالات وبتقوي إرادتنا وبتمنحنا الثقة بالنفس والتسامح والميل لحسن التصرف وهذا الاتصال بيجلبنا حض ونجاح وإمكانية أنه يكون لنا دور اجتماعي مهم من حقق برضه نجاح في حياتنا المهنية والمادية وبتربطنا علاقات مهمة ونافعة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين زحل وهي طبعا برضه مستمرة لغاية يوم 2-7 هي بدأت 28-6 ليوم 2-7 اللي هو يعني اليوم آخر يوم لإلها بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور مناسبة للعمل الفكري والمقاومة الجسدية بنتصرف بحكمة من ثابر في أعمالنا ومشاريعنا وهذا وقت مناسب لتنفيذ أعمال فكرية بتتطلب التركيز أو لإنجاز مضاربات عقارية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين زحل وبرضه هاي من يوم 21-6 ليوم 6-7 بتتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسئولية وبتمنحنا القدرة على السيطرة على الذات بالمثابرة والجدية والفطنة والحس بالواجب وبرضه بتساعدنا على النجاح وبتدل على أرباح عن طريق المعاملات العقارية وممكن أن نحقق نجاح في العمل أو علاقات جيدة مع الآباء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديث إيجابية بين نبتون وبين بلوتو وهاي طبعا تأثيراتها من يوم 28-6 ليوم 12 وهي زاوية منفصلة هاي بتسبب عودة وضعية أو شخص لحياتنا وقديم أو غادرنا أو انقطعة العلاقة معها أو موضوع قديم برضو بيظهر على الساحة ولكن هذا الموضوع بيدعم من وضعنا أكثر فأكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين أورانوس وهاي تأثيراتها مستمرة من يوم 17-6 ليوم 5-7 طبعا هاي بتخلي في عنا نوع من أنواع التردد والخوف من اتخاذ قرار حاسم في حياتنا تجعلنا غريبين الأطوار وعنيفين وبتسبب لنا شقاقات عاطفية والبعض ممكن يشتكي من تقلبات في المزاج الجنسي بين الضعف وعدم القدرة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين المشتري وبين زحل وهاي تأثيراتها من يوم 25-5 إلى يوم 14-7 طبعا ذروت هاي الزاوية كانت في يوم 19-6 ولكن ظل تأثيراتها موجودة بقوة هاي الزاوية بالدعم من وضعنا المادي والمهني أو الاجتماعي ممكن نحصل على ترقية أو مركز أكثر أهمية بتزيد من إحساسنا بالأمن وتعطينا سعادة مادية وهذه فترة مناسبة للاستثمار وقتنا ملك عقاري أو تأمين مستقبلنا ومستقبل المقربين لإلنا أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم تأثيراتها أول زاوية هي زاوية التثليث الإيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية طبعا ذروتها الساعة 3 و 21 دقيقة من صباح اليوم الأحد ولكن تأثيراتها زي ما حكينا من الآن موعد بث الحلقة وبتستمر حتى عصر يوم الأحد هاي الزاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أنه نعيش أوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ وهي برضو ذروتها الساعة 9 و 18 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش من صباح اليوم الأحد تأثيراتها بتبدأ من فجر يوم الأحد وبتستمر حتى مساء يوم الأحد بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهي الفترة مناسبة للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوة مهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين نبتون وهي ذروتها الساعة 11 و 33 دقيقة بعد ظهر اليوم الأحد بتوقيت جرينيتش بتبدأ تأثيراتها برضو من ساعات الفجر وبتستمر حتى مساء يوم الأحد بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة 11 و 33 دقيقة بعد ظهر اليوم الأحد ورح يستمر حتى تمام الساعة 5 و 19 دقيقة بعد العصر لا ينتقل القمر ويستقر بعديها في برج الجدي هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار فيه زاوية سلبية اليوم رح تكون ذروتها وهي من الزوايا البطيئة زاوية التربيع السلبية بين الزهرة وبين أورانوس وهي نذكرها من يوم 24 ستة وقولنا أنها هاي رح تستمر بتأثيراتها ليوم 14 سبعة طبعا ذروتها اليوم الساعة 22 و 33 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج ابتخلق لدينا تصرفات اندفاعية وشقاقات يتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة إنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع وبالدل هاي الفترة على إنها فترة غير مناسبة لطرح الانتاجات الفنية إلى الأسواق لأنها رح تلاقي فشل أو عقبات غير متوقعة ربما يعني يصير فيه نوع من أنواع التعرض للخطر من وراء هاي المنتجات كما يستحسن تجنب إقامة الحفلات أو السهرات في هاي الفترة لاحتمال فشلها وقوع حوادث غير متوقعة ويكره تنقل الفنانين خصوصا عبر الجو لزيادة احتمال وقوع الحوادث وبرضو تفسد أخلاق الناس بسبب الانحلال الخلقي والتحرر بمعنى السلبي وكذلك من الأفضل تجنب الاستثمارات في هاي الفترة لأن الأمور اللي بتتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية ممكن تعرف تراجع مفاجئ في المداخل الساعة خمسة وتسعتاشر دقيقة بعد العصر القمر خلص بنتقل ويستقر في برج الجدي عشان هيك منعود لطبيعتنا الجادة منحاول إنجاز عمل متراكم نجد أن الأمور ما بتصير معنا بسهولة بتسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض منا علينا الاجتهاد أكثر وبوسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفياثرية أو البدء بحمية أو شراء أو عقد جديد أو مراجعة شركات التأمين بالنسبة للزوايا اللي يعني يوم الاثنين هي ذروتها ولكن تأثيراتها بتبدأ من اليوم أول زاوي زاوي التزديس إيجابية بين القمر وبين زحل هاي طبعا رح تبدأ تأثيراتها من مساء اليوم الأحد يعني تقريبا من ساعة المغرب وبتستمر حتى عصر يوم الاثنين نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤونها بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسؤولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر والميل وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري وبرضو هاي تأثيراتها بتبدأ من ساعات المغرب يوم الأحد وبتستمر حتى مساء يوم الاثنين منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولها كانها مشاكلنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية يعني بتمنحنا برضو نوع من أنواع العطف والمودة وبنحضب الشعبية واليسر المادي والصحة والحذوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقاول سلبية بين القمر وبين الشمس وبما إنه رح تبدأ تأثيراتها ابتداء من مغرب اليوم الأحد وحتى صباح يوم الثلاثاء بتدل هاي على مراحل اكتمال القمر الكلي فعشان هيك بتكون فترة ضاغطة مشحونة بالسلبية بشكل كبير ومنكون مشحونين بتقلب المزاج والعصبية والمشاكل طبعا هاي الزاوية تخلق عادة لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا قلقين متشائمين متقلبين وبتزيد من الصعوبات مع الجنس الآخر يعني من ساعات المغرب تقريبا وما بعد بتكونوا حذرين من هاي التحذيرات بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا من الآن ولغاية ساعات ما بعد العصر الكبد والعجز وعظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية أما من ساعات ما بعد العصر بصير عنا الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري والرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن يعني هاي الأعضاء الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا أنا يعني موضوع عند اكتمال القمر دائما أنا ما برجح العمليات الجراحية إلا إذا كانت اضطرارية برضو عمليات التجميل الحساسي برضو نفس الشيء ما بنصح فيها بهاي الفترة يعني ممكن تنظيف بشرة أو الحقن أو الأمور هاي ولكن بما أنه الجلد من ساعات ما بعد العصر بدي يكون في أكثر حساسية فميقول أنه للجلد تحديدا من ساعات ما بعد العصر وفترة خلو المسار ما بنصح فيها نهائيا أما في ساعات الصباح فما في أي مشكلة ما زالت الأجواء لا تصلح لإزالة الشعر الزائد يعني تصلح لقص الشعر التجميلي رغم أنه من ساعات ما بعد العصر ما بنصح فيه ولا الصبغ ولا الحنى ولا الأمور هاي بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون في برج الجدي أو ينتقل لبرج الجدي معنى تخلو المسار القادم رح يبدأ الساعة أربعة وخمسة وأربعين دقيقة بعد عصر يوم الثلاثاء ورح يستمر حتى تمام الساعة خمسة وتسعة وعشرين دقيقة بعد العصر لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الدلو بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره أربعة عشر يوم في تمام الساعة أربعة وعشر دقائق عصرا بصير عمره خمسة عشر يوم نسبة الإضاءة بتصير تسعة وتسعين في المية عما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم ثلاثة وعشرين سبعة سعيد الآن بنسبة مية في المية في ساعة العصر تقريبا بتصير سعيدة بنسبة سبعين في المية القمر في القاوس ويقولنا انه رح ينتقل لبرج الجدي ورح يظل في الجدي ليوم أربعة سبعة سعيد الآن بنسبة خمسة واربعين في المية في ساعات العصر بصير سعيد بنسبة ستين في المية في ساعات المساء المتأخرة يعني قرابة منتصف الليل بصير منتحس بنسبة عشر في المية عطارد في السرطان حتى يوم احدعش سبعة سعيد بنسبة ستين في المية الزهرة في الأسد حتى يوم ثلاثة وعشرين سبعة منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية المريخ في الأسد حتى يوم عشر سبعة منتحس بنسبة خمسة عشر في المية المشتري في الثور حتى يوم 4-9 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-11 منتحس بنسبة 10% وأورانوس في الثور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 30% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجذب يتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% طبعاً يا ريت اللي وصل معنا لهون وما حط لايك وديس لايك وكومنت وشير والكبسات هاي اللي تحت كبس عليها يعني حتى لو بحط لايك وبعود بالغي يعني كبسوا هالكبسات اللي موجودة تحت الله يرضى عليكم في الكبستين تبعات الانضمام أو جوينت أو الاشتراك أو الانتساب أو التشكرات اللي فيها تبرح اللي فيها دفع مصاري يا عمي أنا ما بدي مصاري ما حط يكبس عليها الله يرضى عليكم بطلنا خلاص لقيت كنزة أنا بس ما بدي اشتري أجهزة وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتنشطه في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما البعيدة وبتشعر بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم ممكن بعضكم يذهب في رحلة أو يروج العمل أو يحصل على معلومات ما كان يتوقعها في نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتنا العاطفية والمالية طبعا هذا الأمر رح يظل مستمر لغاية ساعات العصر من ساعات العصر وما بعد القمر رح ينتقل للبيت العاشر معناته بينصب اهتمامكم حاول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهم شيء أنه ما ترتجلوا المواقف والتصاريح عشان ما تقعوا ضحية الفوضى وعدم التنظيم تضغط عليكم المسؤوليات ممكن تواجهوا أمر صعب ومعقد حاولوا أنك تلتزموا بمسؤولياتكم رغم أنها في ضغوطات إلا أنها فترة واعدة لازم تستغلوها برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة وحاولوا أنك تسارعوا لتهديئة الأجواء هاي فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير ممكن تتلقوا مساعدة أو تعاطف عليكم تتحلوا بالليون والتفكير الموضوعي أما من ساعات العصر وما بعد بتنشطوا في مجال السفر أو الاتصالات أو التعامل مع الأجانب وبصير في نوع من أنواع اللقاء أو فرصة تفتح أمامك أبواب للسفر أو التسويق أو النشر أو الدراسات العليا وبتفرحوا لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة أهم شنكو تتحركوا على مختلف الأصيدة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بظل هذا اليوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة ومرغم أنه فيها بعض الضغط وما بينفعك سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات يعني لأنه ما زال القمر موجود مقابلك تماما لغاية ساعات العصر أما من ساعات العصر وما بعد فبتعيدوا ضبط ميزانيتكم وبتقدروا تدخلوا التعديل على نمط حياتكم لا تتماشى مع الوضع الحالي أو مع التطورات الموجودة بيطمعن بالكم وبتفرحوا لتطور ما فترة جيدة لتصحيخ خطأ أو لتكرار محاولة سابقة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وانتبهوا لغذاءكم وراحتكم بتحاولوا تكونوا منظمين وتحسنوا إدارة الوقت وعملكم وتحاذروا من الجدال مع المعاونين وحاولوا أنكم ما تهملوا صحتكم وما تأجلوا ولا تماطلوا أعمالكم حتى لو اضطررتوا لعمل لساعات إضافية أما من ساعات العصر وما بعد بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم ولكن بتكونوا تحافظوا على هدوكم وما ترتجلوا أي كلام وما توجهوا ملاحظات لأنه خصمكم قوي وما بيرحم خلال هذا اليوم وهذا اليوم بيحمل نوع من أنواع الارتباط المهم فلازم تحافظ على هدوء أعصابك وحاول أنك ما تكون عدائي برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم تنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا تعتبر هذه فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم شيء أنك ما تهمل واجباتك اتجاه العائلة واتجاه الأحبة وحاول أنك تصحيح الأخطاء أما في ساعات العصر تقريبا وما بعد بيتراكم العمل لديكم حاولوا أنك ما تهملوا صحتكم حذروا من التعب الصحي أو الجسدي اللي بيمنعكم من أداء واجباتكم اليومية كما يجب تظهر مسائل عائلية أو شخصية طارئة وبتشعروا بنوع من التوتر برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا نوع من أنواع التعاون ما بينك وما بين أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي وممكن تظهر مشاكل شخصية أهم شيء أنك ما تتهرب من المسؤولية اتجاه العائلة أو يعني لأنه شوية الأجواء عذائية ومتوترة وراعي وضعك الصحي أما من ساعات العصر وما بعد فأنا بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم بتفرحوا لانفراج ملموس بترتفع فرص النجاح بتشتد عزيمتكم ممكن تقوموا بخطوة مباركة أو تتلقوا إشارة إيجابية وتعتبر هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسكم بعد العواصف برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات وبتظل هاي فترة مناسبة لإجتياز امتحان وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع الإخوة ومع الجيران تدعمك الحضوض بتكون جريء في التعبير عن رأيك تتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر لأجواء لطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتاهي القدراتك أما من ساعات العصر وما بعد هنا بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية حاولوا أنك تلطفوا الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن تثير اضطرابك وامتعاضك وحاول أنك ما تخالف القوانين ويحترم الموعيد والالتزامات المهنية ويهتم بعائلتك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم برضو بظل يحمل فرصة لمكسب مالي بتيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات وامتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتموا بتوظيف أموالكم ولكن بتكونوا عاقلين في صرف الأموال ممكن تهتموا لمناقش الدعم مالي أو قرض أو تفكروا في بعض الاستثمارات أو التوظيفات تعتبر فترة جيدة وممكن تحققوا من خلالها بعض الأرباح أما من ساعات العصر وما بعد فهنا بتكثر عندكم الاتصالات والتناقلات وتعتبر هاي فترة يعني فيها نوع من أنواع الأهمية للتواصل مع المجتمع لا اسمع صوتكم ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة بتسفر عن اتفاق ومصالحة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية برضو بيحمل هذا اليوم انفراج وتقدم ملموس بعد أيام كانت ضاغطة واليوم أقوى من يوم أمس بالحضوض عليكم تتحلوا بالحكمة والواقعية للأمور تشتد عن زيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر أما من ساعات العصر وما بعد بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم لا تغامروا بأموالكم هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا فلا تتسرعوا باتخاذ قرارات حاسمة انتوا اليوم بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا من الآن ولغاية ساعات العصر بتكون تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدأ وتيرة حياتكم لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي حاول إنك ما تحسم أمر لأنها الفترة هاي سلبية ومخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها أما من ساعات العصر وما بعد هو أنا بتستعيد نشاطكم وحيويتكم تستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبي لا تضاهل البدء بمشروع أو خطة جديدة أنت اليوم بتمتلك الطاقة الكافية للإنطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق أو خصوصا من ساعات ما بعد العصر بتقدر تتمم هاي الأمور وبرضو ممكن يكون فيه خبر سار برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بوسعكم تعزيز صداقاتكم واستغلال الوقت من الآن لغاية ساعات العصر لأنه ممكن تحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة تتسع الآفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ممكن تعزز شعبيتك أو تحصد أرباح وبرضو هاي يعني ممكن تفراح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك بتخف الضغوط وبيطمئن بالك أما من ساعات العصر وما بعد القمر بصير في بيت المتاعب فبتدخلوا فترة غير مريحة تلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنبوا اتخاذ القرارات الحاسمة والمهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة حذروا من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم مناسب من الآن ولغاية ساعات العصر للي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شيكو تهدوا من روعكم وما تنفعلوا اتجنبوا مخالفة القوانين وإحرصوا على استقراركم اتجنبوا الخلافات والمجازافات الشائكة وأحرصوا على الجمهة إذا شعرتوا ببدايتها أما من ساعات العصر وما بعد هنا بتلتقوا الأصدقاء وحاولوا تصحيح العلاقات المتردية وما تبقوا واحدين فترة ناشطة وواعدة دراسيا أو مهنيا أو عائليا وبتكثر الاتصالات والموعيد طبعا نفس الاشي بدي أذكر عشان اللي بقول لك احنا ما سمعناش في البداية كون سمع في النهاية لا تنسوا تحطوا لايك أو ديسلايك أو كومنت شير كبسات أي اشي تلعبوا شوي هيك في القناة تقلبوا فيها يعني اللي بتكونوا أعملوه ولكن كبسات الدعم والتبرح هاي زي ما حكينا أنا لقيت كنز يعني وما رح أشتري أجهزة أطور عشان أسجل حلقات فلقيت كنز أنا وبيدي أصير بخيل وأقعد عليه آه ماشي؟ يلا بس المهم كبسولي على الكبسات الثانية هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء